أهلا وسهلا بيكم معاملين إيه وأتمنى أنكم تكونوا في خير حال وخير حال بالنسبة لنا في مصر أنه سعر الصرف يتوزن والدولار يواصل الانهيار أهلا وسهلا اللهم زيد في الانهيار اللهم بارك في انهيار الدولار أمام سعر العملة المحلية جنيه مصري فقط واحد لا غير زي ما بيتقال هنا في حاجة مهمة لازم ناخد بالنا منها احنا كلمنا مبارح على أسباب انهيار الدولار أو السقوط المدوي لسعر الدولار في السوق الموازية ما بين قصين سعر السوق السوداء ودايما أقولك أنه فرق ما بين سعر الدولار في السوق السوداء كاش بتبدل أو بتغير أو بتبيع وسعر الدولار في السوق السوداء على بضاعة والبضاعة دي بقى بتختلف تلاقي سعر الدولار في السوق السوداء على بضاعة اللي هي الأجهزة الكهربائية والمنزلية سعر الدولار في السوق السوداء على السيارات ودي بقى حدث ولا حرج حدث ولا حرج ولازم الناس بتوع شعب التجار السيارات يقولولنا إيه القصة إيه القصة ومحدش يقول لي ما أنا شارع على غالي إنت إلا شارع على غالي وألا ديولو إنت شارع على قديمه واحنا اللي اتنين عارفين شارع على غالي منين يعني إنت شارع العربيات المودلة 22 وتلاتة وعشرين على غالي ازاي يعني يا باشا انا رأس مالي بضاعة حالو يعني لما السعر بتاع الدولار ينزل انت كمان هتنزل ولا لا ده سؤال مهم لكن فيه سؤال او بالاضق طرح وانا اعتقد مما لا شك فيه انه البنك المركزي عارف اجابته وعارف هيعملها ازاي بس مهم جدا ان الناس تبقى فاهمة ومهم برضو ان الحكومة وانا متأكد برضو انها بالتأكيد يعني خط الاتصال مفتوح مع المركزي 24 ساعة يعني مما لا شك فيه انه الاتصال ما بين استاذ حسن عبدالله في البنك المركزي والدكتور مصطفى مدبولي كرئيس للحكومة متصل وانا استطيع حتى ان انا اتصور انه واكيد انه كلا من الشخصين المحترمين على اتصال معه فخامة الرئيس برضو طول الوقت خصوصا بانه الرئيس نفذ الوعد اللي قاله بالزبط يوم احتفالية عيد الشرطة في مقر الاكاديمية اللي قاله بالزبط انا مش هسيب الدولار كده انا قلتها مرارا وتكرارا عشرات المرات وبقولها لك تاني فخامة الرئيس عبدالفتح السيسي ما في مرة وعد وخلف وما في مرة قال انا هعمل شيء وما عملوش فاللهم اسدد خطأ ايه اللي عايزين نتكلم فيه بقى او اللي حدر تبقى فهمه بصوا يا جماعة وكلام هنا لنا كلنا مع بعض يعني السوق السودة نفسها طويل يعني تجار السوق السودة نفسهم طويل وبيلعب اللعبة بتاعت انا مش خسران حاجة ما انا عندي دولارات متستفة في الملاحات حاطتها فيش الهوامش متستف الدولارات بتاعته ميت فول واربعتاشر وعنده كمية دولارية ضخمة حلو طيب مما لا شك فيه ودايمتا حضراتكم تقروا على المواقع انه المدهمات اللي بتعملها وزارة الداخلية حدث ولا اروعة وبيجيبوا يعني ايه من الاخر وعملين بيلموا كل تجار السوق السودة واحد ورا التاني ورا بعضه لكن تاني التجار الكبار التقايل الحتان واللي انا قلت الاسبوع اللي فاتوا هم تعرفوا وجيين هي المسألة بتتضبط بتتضبط عشان يبقى كله عيانا بيانا بس وانا برجع عند النقطة هم نفسهم طويل يعني هيعملوا ايه هيعودوا قاعدين يقولك ولا هينزل تاني ولا حاجة ده هيثبت او هينزل ينزل ينزل ويرجع يعلى تاني خد بالك ودي الشائعة الدائرة في السوق الان سواء اذا كان في سوق الاجهزة المستقلة الكهربائية في سوق العربيات في اي سلع انت بتشتريها لو هتشتري دواية لامبة هيتقلك بص خلي بالك هو بينزل اه ونزل النهاردة وهينزل بكرة بس هيوصل لحد فين يا استاذ هيوصل لحد فين يا بيه هيجي عند حتة وهيثبت وهيرجع يعلى تاني اصلا باشا الحكومة هتجيب الدولار منين ده الكلام اللي بيتقال دلوقتي جوه المحلات عند الناس ما بينها ما بين بعض بيتم ترويج هذا الكلام لان السوق السودة حتنها بيلعبوا على طول النفس انا وانت يا مركزي ونشوف مين فينا نفسه اطول انا في رأيي المركزي مش بس نفسه اطول نفسه اطول وازكى وفي النهاية هو يمثل الدولة في هذه المعادلة وهيقدر وانا بقولك المركزي هيقدر على السوق السودة طب بتوع السوق السودة يشككك يقولك تبا هو الدولار فين احنا لسه ما شفناش فتقول له الله ده المواقع البرامج الجرائد الناس حتى الهيئات الرسمية زي البنك زي صندوق النقد الدولي او الاتحاد الاوروبي اتكلموا على انه خلاص الدولارات دخلة دخلة بتاع السوق السودة بيلعب على ايه بقى فاندم بيلعب على انه لما يبقى يعني لما يبقى يتم اتفاق راس الحكمة وتخش الدولارات يحلها حلان لما يبقى اتفاق الصندوق النقد الدولي ينتهي وتخرج مجموعة تخرج مبالغ وتتضخي فيه الجهاز المصرفي يحلها الف حلان لما يبقى بعدها يوصل الاتحاد الاوروبي للاتفاق ويبدأ يضخ ايضا استثماراته يحلها العشر تلاف حلال يبقى السوق السودة بتلعب على ده بتلعب على طول النفس الا انه الواقع واليقين والحقيقة انه التلات حاجات هيتمه التلات حاجات هيتمه باذن الله سبحانه وتعالى ليه؟ اولا بالتأكيد ربنا فوق كل شيء ربنا موجود تيجي تقول لي يوسف كلمني في العمل يقولك طبعا اتكلمك في العمل وانت متصور انه يتم هذا الحديث عن راس الحكمة كده واحنا بنهزر بصوا يا جماعة لا مستقبل الدول ولا مقدرات الشعوب فيها زر الموضوع ما فيهوش زر فندعي ربنا انه الاتفاق يكمل بسرعة لكن هو خلاص كلها السنة واحنا طيبين وجاي جاي احنا بنقول ايه؟ يكمل بسرعة ادي واحد والارقام في التمام باذن الله اللي حضرتكو قرطوها واسمعتوها وكل ده طيب اتنين اتفاق السندوق عمليا احنا خلويس طيب فاضل ما يطلق عليه الفاين تيوننج اجراءات اخيرة علشان تبدأ عملية التحولات والضخ الى اخيره نفس القصة فيما يتعلق بالاتفاق مع الاتحاد الاوروبي واللي هو مترتب على الاتفاق بتاع السندوق يعني اول ما بنكمل اتفاق السندوق يبدأ الضخ يبدأ الاتحاد الاوروبي يخش طيب هو السندوق قصته كلها قد ايه السندوق مباشرة ان شاء الله ان شاء الله سبعة مليار بدل التلاتة يبقوا سبعة طيب وجهات شريكة يصل اجمالي المبلغ لحوالي اتناشر الرأس الحكم احنا كنا بنتكلم في انه مقدمة حوالي اتنين وعشرين اتنين وعشرين ونص طيب وبنتكلم على الاتحاد الاوروبي بنتكلم على حزبة من الاستثمارات الاجنبية المباشرة داخل الاقتصاد المصري تقدر بحوالي عشرة مليار فلو احنا افترضنا ايضا انها على شرائح تقدر بتلاتة فانت بتتكلم على انه هيحصل ضخم ما بين العشرة لخمستاشر مليار في معادن قريب جدا وهتبقى دي حتة ضربة هتنيم السوق السوداء على بطنها بلا قومة بلا قومة وعليه انا بقول مش عايز انصح بتوع السوق السوداء بس انا مضطر طيب المخزون اللي عندك اخلص منه المخزون اللي عندك اخلص منه النهاردة الصبح الناس كانت بتتكلم في تسعة واربعين وفي خمسين انبالح كان تلاتة وخمسين النهاردة الناس كانت بتتكلم في تسعة واربعين وفي خمسين هديك تقولي بس اصلي فيه تطبيق بلو اشرب ميته التطبيق ده اللي عاملينه بتوع السوق السودة وقصديا عشان خطر يحسسك انه مفيش حاجة لكن عمليا ساعة التنفيذ على رأي كلمتهم الشهيرة يعني ساعة التنفيذ يقولك خمسين يا با شخص انت حبيبي خمسين ونص تسعة واربعين تسعة واربعين ونص بيتكلموش فرقم اكتر من كده بل انه ذهب البعض للتخلص من اللي عنده على تمانية واربعين مش كتير بس ده اللي حصل طولت النفس بتاع السوق السودة هتنتهي لانه هيكتشف الاخر خالص انه هم مش قد المركزي المصري على الاطلاق ولا قد الحكومة اللي بدأت مفاوضات شديدة الجدية